السلام عليكم ورحمة الله تعالى طالب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد خلال حضوره للاجتماع الطارئ للاجانتي الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان المغربي لمناقشة تطورات الوضع في الصحراء بإحداث عمالة في منطقة تفاريتي ردا على تحركات البوليساريو المهددة لسيادة المملكة ولد الرشيد اقترح فكرة إنشاء عمالة وبسطى سيطرة المغرب عليها وذلك الرد على إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية نيتها نقل مقارات تابعة لها إلى منطقة بئرن الحلوطاريتي في محاولة منها لخلة الأوراق قبل أيام من تقديم المبعوث الأمي إلى الصحراء هورستوكو هلرن لتقريره الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البرلماني الذي يعتبر من كبار أعيان القبائل الصحراوية طالب بالانسحاب من مسار التصوية الذي ترعاه الأمم المتحدة بعد فشلاهاته الأخيرة في الردع الانفصاليين ووضع حد للانتهاكات والاستفزازات التي تقودها البوليساريو بالمنطقة العازلة وكانت سيارات عسكرية تابعة للبوليساريو دخلت منطقة المحبيس المغربية على دفعتين وتوقفت على بعد كيلومتر واحد من الجدار الأمني حيث نزل منها عناصر مسلحة ونصبوا خياما عدة وتوعبت حكومة سعد الدين العثماني يوم الأحد جبهة البوليساريو برد ميداني قوي وذلك الرد على الاستفزازات التي تمارسها الجبهة في الشريط العازل وقال عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية خلال اجتماع عقده البرلمان بالعاصمة الرباط بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان من جانبه شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع الطاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني مسجلا أن تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركورات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها وأكد بوريطة أن المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع الطاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني والتي كانت تعرف دائما تواجد المغربية إلى غاية سنة 1991 مائة وواحد وتسعين